علاقات اقتصادية بمحاور متعددة تجمع بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بما يصم في تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين البلدين ومن خلال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تسعى القاهرة وعمان إلى تنمية مجالات التعاون والتنصيق الاقتصادي بينهما محاور عدة وضعت خصوصية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن لتذشن نموزجا راسخا للتعاون المثمر بين دولتين محوريتين اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة أكثر اللجان مشتركة انتظاما في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985 تسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين البلدين حيث تم عقد ثلاثين دورة نتج عنها توقيع نحو مائة وستين بروتكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وثقافي بين البلدين الشقيقين حركة التبادل التجاري بين مصر والأردن شهدت ارتفاعا كبيرا بالتزامن مع التعاون المضطرد بين البلدين في العديد من المجالات ليبلغ بنهاية عام 2021 نحو سبعمائة وخمسة وسبعين مليون دولار منها خمسمائة واثنان وسبعون مليون دولار صادرات مصرية ومئتان وثلاثة ملايين دولار صادرات أردنية تتنوع بنود التبادل التجاري بين مصر والأردن لتضم المنتجات الغذائية والأثاثة والسلع الزراعية والأسمدة والأدوية الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت واحدا واربعين مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين مقابل سبعة ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام الفين وتسعة عشر الفين وعشرين بنسبة ارتفاع قدرها أربعمائة وخمسة وثمانون فاصل سبعة بالمئة مصر والأردن ترتبطان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية واتفاقية التبادل التجاري ثنائي موسيقى 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 اشتركوا في القناة